إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم سفينة النجاح حوار الشيخ الدكتور عايض القحطاني ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحييكم السمعين الكرام بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سفينة النجاح والذي يأتيكم عبر أثير إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من الدوحة فلكم من أطيب التحايا والأمنيات يصحبكم في هذه الحلقة محدثكم عايض القحطاني ومن التنسيق والمتابعة توفيق سامة ومن الإعداد الدكتور محمد الهجري ومن التنفيذ يوسف عبد الغفار وعبد المنعم السعدي ويسعدنا أن نقدم لكم في هذا اللقاء المتجدد مع فضلية العلامة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو الشنقيطي رئيس مركز تكوين العلماء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والمستشار بكلية الشريع والدراسات الإسلامية بجامعة قطر فحياكم الله وبركاته للشيخ وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مرحبا بكم وأهلا مستمعين الكرام خلق الله لإنسان وأمره بعبوديته وإفراد التوجه له والقصد إليه جل في علاه فلا ملك مقرب ولا من نبي مرسل يتوجه لهم بذلك بل متفرد بالخلق والتدبير والتصريف والتقدير هو المولى تبارك وتعالى ولذلك جاءت نصوص الشارع الكريم مؤكدة على هذه القضية محذرة أيما تحذير من صرف أي شيء من هذه العبادات لغير الله تعالى وإلا كان ذلك منافيا للتوحيد جحودا لنعم الديان تبارك وتعالى على العبد ولا شك أن إشراك العبد بربه سبحانه وتعالى يأخذ صورا متعددة بتعدد الأزمان والأشخاص والأماكن والموفق السعيد من نجى من الوقوع في شيء من تلك الصور التي تحبط العمل وتوقع الزلل مستمعوني الكرام في حلقة اليوم مع ضيفنا الكريم حول النجاة من الشرك نجد الترحيب بفضل الشيخ لعلام الشيخ محمد حسن الددو الشنقيطي وبداية فضل الشيخ لأن نعرف السادة المستمعين والمستمعات ما المقصود بالشرك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولنا والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي أعاذني الله وإياكم من الشرك الجلي والخفي ومتعنا وإياكم بالإيمان ورزقنا وإياكم تمامه وكماله ودوامه إن الشرك هو ضد الإيمان وهو إشراك غير الله مع الله في خصائص الألوهية فيشمل ذلك الشركة في العبادة والشركة في الدعوة والشركة في التوكل والشركة في التشريع والشركة في المحبة وكذلك الشرك الأصغر وهو مثل الرياء والقسم بغير الله ونحو ذلك من الأمور التي كانت تعبيد الولد لغير الله ونحو ذلك فهذه من الشرك الأصغر والأولى من الشرك الأكبر فالشرك الأكبر هو المخرج من الملة الذي يكفر صاحبه عائدا بالله وبذلك يحبط عمله فلو كان عمل كل الأعمال الصالحة فإنها تزول كلها بالشرك بالله كما قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين هذا الشرك المبطل للعمل اختلف أهل العلم في إبطاله هل هو بشرط أن يموت الإنسان عليه أو يبطل العمل حتى لو عاش الإنسان وتاب ورجع فإن عمله يبقى باطلا فمذهب الجمهور أن الشرك مبطل للعمل مطلقا وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الشرك يبطل عمل من مات مشركا أما إذا أسلم وعاد إلى الإسلام فإنه يرجع إليه عمله الصالح ويظهر أثر الخلاف في المسائل التي تجب على الإنسان مرة في العمر كالحج إلى بيت الله الحرام وكالعمرة ونحو ذلك فهذه عند الجمهور إذا حج الإنسان واعتمر ولكنه أشرك بالله تعالى بعد ذلك عائدا بالله ثم أسلم وتاب وأناب ورجع إلى الإسلام فمذهب الجمهور أنه ما زال الحج واجبا عليه وما زالت العمرة واجبة عليه وكل أمور الإسلام التي تجب مرة في العمر ما زالت واجبة عليه من جديد ومذهب الشافعي رحمه الله إلى أنها قد سقطت عنه ما دام رجع إلى الإسلام ودخل فيه فيرجع إليه عمله الصالح وسبب هذا الخلاف أن الله سبحانه وتعالى أطلق بطلان العمل بالشرك في بعض الآيات كقوله لأن أشركت لا يحبطن عملك وقوله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو بالآخرة من الخاسرين وقيد في آية واحدة فقال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله بالدنيا والآخرة فأخذ الشافعي بحمل المطلق على المقيد قال الآيات التي جاء فيها إطلاق إبطال الشرك للعمل تحمل على الآية المقيدة وهي آية سورة البقرة فقد جاء فيها القيد وهو فيمت وهو كافر بشرط أن يموت وهو كافر ولكن الاحتياط أن يبقى المطلق على إطلاقه ويبقى المقيد على قيده فيكون الشرك مبطل للعمل مطلقا وهذا يشمل كل الأعمال فمثلا من كان على طهارة فأشرك فقد بطلت طهارته من كان محصنا أي قد تزوج ودخل بزوجته بنكاح صحيح فيترتب عليه أحكام الإحصان إذا زنى يرجم وغير ذلك من أحكام الإحصان هذا إذا أشرك يبطل إحصانه وهكذا في كل الأعمال التي يبطلها الشرك بالله أيضا بالله طيب فضل الشيخ ونفع الله بك وأحسن إليك وجعلك مباركا إنما كنت واحد ما كنت ومستمعين ومستمعاتي الكرام كيف جاءت نصوص الشارع الحكيم منفرة ومحذرة الناس من الشرك يعني فضل الشيخ لتذكرنا بعضا من الآيات أو بعضا من النصوص الشرعية في هذا الجانب نعم بالنسبة لآيات القرآن في الواقع كلها جاءت بالإيمان والتحذير من الشرك لأن هذا هو المقصد الأساسي لأن الله قال وكذلك بعثناه في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اجتناب الطاغوت هو ترك الشرك الطاغوت معناه الأصنام وما يعبده من دون الله فكل نبي بعثه الله من بداية خلق الكون من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما منهم أحد إلا وقد أرسل بهذه المهمة العظيمة التي هي توحيد الله واجتناب الشرك وهي ملة جميع إلى أنبياء كما قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصنا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تتفرقوا في أقيم الدين هذا هو التوحيد وهو منافل الشرك ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لنبيه وخليله إبراهيم عليه السلام وإذ بقوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك به شيئا وطهر بيته للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الريس من الأوثان هذا الشرك فاجتنبوا الريس من الأوثان واجتنبوا قبل الزور حنفاء لله هذا التوحيد غير مشركين به هذا نفي الشرك غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطف الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق جعل الله من أشرك بالله كالذي يسقط من السماء إلى الأرض وانظر إلى مسافة ما بين السماء والأرض وهذا البون الشاسع في الفضاء وفي الغلاف الأرض إذا وقع فيه الإنسان فهو بين احتمالين إما أن يتخطف في الفضاء الخارج فلا يصل إلى الأرض منه شيء أو أن يصل إلى الأرض فحينئذ لن يصل قطعا حيا ولا منتفعا به فلذلك قال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء وهذه العبارة لم يقل سقط فقط قال خر وهذا أشد السقوط كأنما خر من السماء فتخطف الطير وهذا عبارة عن كل ما يخطفه في الهواء أو تهوي به الريح في مكان سحيق في أعماق الأرض فهذا هو بيان التنفير من الشرك وقد جاء في ذلك كثير من النصوص مثل قبي الله تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا ابني لا تشرك بالله إن الشرك لغلم عظيم وكذلك تحذيره سبحانه وتعالى من الشرك وبيان بطلان العمل كما ذكرنا في الآية السابقة وقد أحيي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وهذا التحذير من الشرك في النصوص القرآنية كما ذكرنا كثير جدا وهو عموم القرآن لكن أيضا جاء كثير من التحذير من الشرك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد وعث بالتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى ومنافات الشرك وقد بعثه الله سبحانه وتعالى ليحيي ملة به إبراهيم حنيفا مسلما ما كان من المشركين ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فاتبع ملة إبراهيم حنيفا ما كان من المشركين وقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتناه في الدنيا حسنة وإنه بالآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم وكذلك قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبله في هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من أسلم بالله وأن يتركوا عبادة الأوثان رواه أبو سفيان لما سأله هرقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بما يأمركم قال يأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له وأن نترك ما كان يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصدق والعفاف والصلحة فهذه الأوامر الأولى التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وقد عرفها المشركون فرووها وحدث بها أبو سفيان هرقل وهذه ملته أساسها محاربة الشرك ولذلك جاء بالقضايا على الأوثان فهدم الأوثان في مكة وفي جزيرة العرب وأرسل لذلك فقد كان على البيت الحرام من أيام الجاهلية 360 صنما وهدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان على الصفاء صنم اسمه إساف وعلى المروة صنم اسمه نائلة فهدمهما وكان حول مكة صنم اسمه المنات بينها وبين الطائف فأرسل إليه أباس بهان بن الحرب وكان يعبده فهدمه وحرقه وكان حول مكة أيضا صنم لبني مخزوم اسمه العزة فأرسل إليه سيدة بني مخزوم خالد بن الوليد ليقطع هذه الشجرة ويحرقها وكذلك منات الذي كان صنما أيضا يعبده بعض قريس وبعض ثقيب فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وحرقه وهدمه عليه الصلاة والسلام وأرسل جرير بن عبد الله البجلية قال أن يحرق ذر خلاصة وهو صنم لدوس فحرقه وهدمه وقضى صلى الله عليه وسلم على جميع الصنام في هذه الكلام طيب هو الشيخ يعني ما أقسام الشرك الشرك له أنواع فما هي أقسام ذلك الشرك وأنواعه التي يخشى على المسلم من ذهاب الإيمان وحبوط العمل إذا هو وقع فيها بارك الله بكم الشرك في الأصل ينقسم إلى قسمين إلى شرك أكبر وشرك أصغر فالشرك الأكبر هو المخرج من الملة وهو ربعة أقسام القسم الأول شرك في العبادة كمن يصرف شيئا من عبادته لغير الله سواء كانت صلاة أو صياما أو نذرا أو ذبحا أو غير ذلك فكل من صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك شركا أكبر مخرجا من الملة القسم الثاني من الشرك الأكبر المخرج من الملة الشرك في الدعوة وهو الاستغاثة بغير الله ونداء وغير الله والتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فإن ذلك شرك أكبر مخرج من الملة والقسم الثالث الشرك في التشريع وهو أن يكون للإنسان من يحل ويحرم غير الله سبحانه وتعالى فيحل ما حرم الله ويحرم ما حل الله فهذا شرك أكبر مخرج من الملة قسم الرابع من أقسام الشرك الأكبر المخرج من الملة الشرك في المحبة أن يكون للإنسان صنم أو ذن يحبه كحب الله فيتعلق به فهذه الأقسام الأربعة بيّن الله أنها من الشرك الأكبر المخرج من الملة فالقسم الأول الذي هو الشرك في العبادة بيّن الله سبحانه وتعالى خطره في قوله ذلكم الله وربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم هذا أقصد الشرك في الدعوة إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم سماوا شرككم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل الخبير والثاني في العبادة بيّن الله سبحانه وتعالى خطره في قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر هذا في الدعوة يقصد والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى أذام يضاعف له العذاب ويوم القيامة ويخلود فيه مهانة وقسم الثالث هو الشرك في التشريع بيّنه الله في قوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله شرعوا لهم من الدين وكذلك في قوله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزقهم فجعلتم منه حراما وحلالا قل آ الله أذن لكم أم على الله تفترون ويقول تعالى ولا تقولوا لما تصف أرسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يهلحون وأما شرك المحبة فهو المبين في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فهذه الأربعة هي أنواع الشرك الأكبر أما الشرك الأصغر الذي لا يخرجه من الملة ولكنه من أخص الأعمال وأكبر الكبائر وأشد الفواحش فمنه الرياء وهو قد وقع في واقعنا المعاصرة كثيرا كلاهما حتى للشرك الأكبر الله المستعر فالشرك الأصغر منه الرياء والرياء في العمل هو مراءات الناس أي أن يريهم الإنسان وعمله وأن يتظاهر أمامهم بأنه يعبد الله أو بأنه يتقرب إلى الله ويكون هو إنما يقصد بذلك الذكرى أو الشكرى بين الناس أو التقرب إليهم فهذا شرك حذر الله منه وقد ثبت في صحيح مسلم من حديثه بحرارة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرويه عن ربه عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه والقسم الثاني من الشرك الأصغر الذي لا يبطل العمل ولكنه من أكبر الكبائر الشرك في التسمية كمن ولد له مولود فسماه عبد الحارث أو عبد الحسين أو عبد النبي أو عبد الرسول أو عبد علي أو نسبه إلى ولي أو إلى نبي أو غير ذلك فهذا من الشرك الأصغر فلابد من تعبيد العباد لله وحده وكذلك من هذا الشرك الأصغر الأقسام فمن أقسم بغير الله فقد أشرك والمقصود بذلك شرك دون شرك فمن حلف بأبيه أو بشرفه أو بغير ذلك مما يحلف الناس به فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بأبائكم فمن حلف بغير الله فقد أشرك فمن حلف بغير الله فقد أشرك هذا هو الشرك الأصغر إذن هذه كلها هي أقسام الشرك عائدا بالله منها أما ما يتعلق بوجود الشرك فإن الشرك من عمل إبليس وهو مهمته ووظيفته الأولى فإبليس عدو للإنسان وما دام إبليس حيا فسيبقى الشرك موجودا ما دام إبليس حيا موجودا وهو طبعا من المنظرين إلى من الوقت المعنى فلن يئس من أحد لا من المؤمنين ولا من الكافرين فهو يسعى لإغواء جميع الناس عن سبيل الله وقد أقسم بعزة الله على ذلك قال فبعزتك لأغينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وقد أخبر الله بتحقق يمينه وصدقها ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين فلذلك الشرك بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في تعوذه اللهم إني أعوذ بك أنا أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم انظر إلى هذا الدقة في البيان اللهم إني أعوذ بك أن نشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم وفي الحديث الآخر اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه ووجوده في هذه الأمة باق وهو بأنواعه كلها فتجد من الأمة من يستغيث بغير الله ومن يتقرب بالطاعات والعبادات للقبور والأوذان حتى للكبراء من الأحياء ومن ينذر لبعض الصالحين أو لبعض العلماء أو لبعض الأتقياء فيكون بذلك قد أشرك هذا الشرك الأكبر ومهل ذلك أيضا شرك في المحبة بعض الناس لهم مقدسات يقدسونها تقديسة هل الشرك المحبة يدخل مثلا في حب الرجل لزوجته أو لأولاده أو فسا لا 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 ويكون شيء معظم شيء يعني شخصية عالم معين نعم تعرف الناس الآن يعظمون العلم صحيح أو خريطة الوطن أو يعظموا اللاعب يكونها مقدسة أنا أقصد تقديس تقديس أشياء معين تقديس لأشياء معينة يكون كأنها أكبر من هذا وكأنها أشرف من المخلوقات فهذا هو المقصود بهذا الشرك المحب أما ما يتعلق بالمحبة نفسها ففيها محبة طبعية الإنسان مفطور على حب الجمال وحب المنح السنئي لي حتى لو كان كافرا وليالك قال الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فيه بطالب إنك لا تهدي من أحببت وقال تعالى ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وأذن الله سبحانه وتعالى بالزواج بالكتابية وهي كافرة وهذا يدل على جواز محبتها الحب الفطري الطبعية لأن الإنسان لا يمكن أن يقال له تزوجها ولكن لا يحل لك أن تحبها صحيح قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن وجورهن محصنين غير مسابقين ولا متخذي أخدام نعم أحصني فضل الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة ندخل في بعض ما ذكرت قد شملت ووفيت فضل الشيخ فيما يتعلق بالشرك الأكبر والشرك الأصغر لكن مواجه المجتمعات الإسلامية حول بعض العادات المتأصلة عند البعض طبائع يعني وبعض الشعوب من اعتقاد أن الضر مثلا والنفع بغير الله أو الخوف من غير الله أو الاستعانة بولي كما ذكرت فضل الشيخة وغيره من دون الله كيف قضى الإسلام على تلك الأمور الشركية حتى لا تصبح ضواهر الشرك في بعض المجتمعات التي للأسف لا زالت موجودة مع وضوح الحجة وبيان الدليل نعم بالنسبة للإسلام الذي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بتوحيد الله سبحانه وتعالى وإسناد الأمر كله إليه ولذلك كانت أركانه واضحة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فالإيمان بالله مقتضن لأن يؤمن الإنسان بربوبيته أن يعرف أنه رب هذا الكون وخالقه ومدبره والإيمان بإلهيته أي أن يعلم أنه وحده الذي يستحق أن يعبد ويستحق أن يشرع ويستحق أن يتحاكم إليه الحكم إلا إلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ثم بعد ذلك الإيمان بأسمائه وصفاته وما أثنابه على نفسه وأثنابه عليه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فهذا هو الركن الأول الذي هو الإيمان بالله وهو مقتضن لنفي هذا الشرك كله بالكلية فلذلك كان أهل الجاهلية مثلا يعبدون الأصنام ويعظمونها فهدمها النبي صلى الله عليه وسلم الواقع لكن أيضا بقيت في نفوسهم فكان بعضهم حتى بعد إسلامه يحلفوا بالله والعزة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالله والعزة فمن قال ذلك فليقول لا إله إلا الله ولم يكفرهم بذلك لأن هذا كفر دون كفر وهو القسم كما ذكرنا فهو من الشرك الأصغر وكذلك من هذا ما كانوا يطفون به من القبور وينحرون وينضحون عليها الدماء فإذا مرفت بقبره فانحر به كوم الجياد وكل طير في السابح وانضح جوانب قبره بدمائها فلقد يكونوا أخاد من ذبائح يتقربون إلى المتى وإلى القبور وإلى الحجارة وإلى الأشجار بدماء الذبائح وقد صحى النبي صلى الله عليه وسلم وقال من ذبح لغير الله فقد أشرك وقال من ذبح لغير الله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا هذا تأكيد لأنه قد أشرك فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا والله سبحانه وتعالى بين ذلك فعد فيما حرم علينا حرمت عليكم الميتة والدم ورحم الخنزير وما أهل لغير الله به ما أهل لغير الله به ما تقرب به لغير الله من الذبائح التي كانت تذبح للأصنام ويتقرب بها إلى الآلهة فيحرم الله ذلك كذلك ما يتعلق بتعظيم الملوك حيث كانوا يسجدون لهم من دون الله ويركعون بين يديهم فحرم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما تقرب إليه بعض أصحابه بذلك وقد رأى ملوك العجم يسجد لهم أصحابهم ويركعون بين يديهم نهاهم عن ذلك وكذلك تعظيم قبره فإنه قال اللهم لا تجعل قبر وذنى وحذر من ذلك تحذيرا بليغا عند موته من آخر ما قال آخر ما سمع منه من الوصايا تحذير من اتخاذ قبره وذنى وكذلك تحذيره صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتشريع فإنه قال أن الله هو المساعر الخالق الرازق وإني لا أرجو أن ألقى الله غدا وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في نفس نومان فبجن أن التشريع لله أنه هو لا يحل ولا يحرم من دون الله فكيف بمن دون أحسر يا شيخ ونفعب في الدنيا والآخر الشيخ يسسل بعض في بعض الصور صور الشرك السحر والاستعانة بغير الله تعالى وأصبح الآن هناك مسميات خاصة لذلك تحب الشباب في الولوج إلى باب الكشف عنده بعض الكهنة وغيرهم يعني البحث عن الأسرار أو عن الغيبيات عنده بعض من هؤلاء المنجمين وغيرهم في تقديركم شيخنا لما يقع هذا الاستسهال في هذه الأمور وكيف يمكن النجاح من هذه الأمور الخطيرة في صب عقيدة المسلم وكيف يتفاداها حتى يقع تعظيم مولا سبحانه وتعالى في قلوب الناس نعم بالنسبة لهذا إنما وقع من أجل بسبب الشهل بالله سبحانه وتعالى فمن عرف الله سبحانه وتعالى وعرف صراطه المستقيم الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه سيجتنب هذه الأمور ولن يتطلع على هذه الغيبيات وسيحذر من الفتن ما ظهر منها وما بطن فإن الله ينزل بعض الفتن والقلوب كلها تعرض على هذه الفتن من هذه الفتن أن الله يطلع بعض الناس على بعض الغيوب ليحدث بها فيكون ذلك فتنة على الناس ومنها كذلك أن الله سبحانه وتعالى قد يقضي بعض الحاجات على أيدي بعض هؤلاء أو يشفي بعض المرضى على أيديهم أو يحقق شيئا على أيديهم ليكون ذلك فتنة للآخرين فلنحذر الفتنة ولنعلم أن أعظم فتنة منذ خلقها الله آدم إلى قيام الساعة كائنة فينا وهي قيام المسيح الدجال ما عقوبت هؤلاء الشيخ فضل الشيخ؟ بالنسبة لهؤلاء من دخل منهم في هذا فإنه لم تقبل له صلاة ولا عمل وهذا أكبر شيء أنه يسجد لله ويتقرب صلوات ومع ذلك لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولذلك من أتى كاهنا أو منجما أو عرافا فصدقه بما يقوله فقد كفر بما أنزل على محمد ولم تقبل منه صلاة وأربعين يوما في الحديث الآخر ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مجرد إيتيانه ليلا يستحسن الإنسان شيئا أو يصادف ضعفا فتأتيه فتنة حذر من مجرد رؤيتهم حتى لو كنت أنت مؤمنا قويا ولا تريد أن تسمع منهم شيئا بعض الناس يظنوا أن هذا داخل في السياحة فيذهب إلى مواقع فيها السحرة يعملون أسحارهم في بعض المناطق من الهندة وفي غيرها ويظن أن هذا مثل يوغا ومثل غيره وأنه مثل التفرج على المشاهد وبعض البلدان فيها الساحات للسحرة يأتيها السواح وتدير دخلا على الدول تشجعها الدول فهذا لا شك أن مجرد الحضور فيه ومجرد مشاهدته ورؤيته فتنة على الإنسان ختام الفضل الشيخ في توجيهات سريعة جدا ما هي الوسائل العملية للوقاية من الشرك وما هي التوجيهات التي توصون بها أولياء الأمور وعموم السمعين للتبصر في شأن دينهم بخصوص مظاهر الشرك والحذر من الوقوع في الشرك الأسغر أو الأكبر نعم بالنسبة للوقاية من الشرك أهمها ترصيخ الإيمان بالله تعالى وترصيخ عقده فهذا الإيمان يخلق ويجد والإنسان محتاهد دائما إلى مراجعته ولذلك مما يراجع قوة الإيمان ويزيده بالنفوس إدامة الوضوء وشهود الصلاة في الجماعة فالصلاة بمثابة نهر على باب أحدكم أنغمسوا فيه في اليوم والليلة خمس مرات وكذلك منها الصدقة فإنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء والنار وهي أمان لصاحبها ومنها التعوذ ومنه التعوذ من الشرك في أذكار المساء والصباح اللهم إني أعوذ بك أن نشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ومنها كذلك تعلم التوحيد وترصيخه وتعلم الشرك والتحذير منه وهذا الذي يلزم أن يربي كل أب وكل أم أولادهم وبناتهم على محبة الله والإيمان به وعلى التنفير من الشرك بمظاهره كلها والتحذير من الفتن وأن هذا زمان الفتن وآخر الزمان الذي يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا فلا بد أن يقوف الناس من الشرك تخويفا شديدا ليحضروا منه عسى الله يفيد الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة في ختام هذه الحلقة نتوجه بأطلب التحايا والشكر والتغذير لفضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو الشنقيطي رئيس مركز سكويل العلماء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والمستشار بكل الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر على هذا الموضع المهم وهذا الطرح الجليل الذي يعرفنا بخطور الشرك وأنواعه وسبل النجاح منه جزاك الله خير وفضل الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة مستمع الكرام أكد الشريعة الإسلامية على قضايا عدة تحذر وتنفر من وقوع الإنسان في الشرك بما يحبط عليه عمله في الدنيا والآخرة والمسلم الحق هو من يتبصر في دينه ويبصر من هما تحت يدي حتى لا يقع في شيء من تلك المظاهر والأخطاء التي توصل الشرك وهم لا يشعرون خاصة في ظل الانفتاح التقني ووسائل التواصل التي قدمت كثيرا من المفاهيم المغلوطة ورصخت لقضايا يجب على المسلم أن يستبصر بها أو يستبصر فيها بالشرع الحنيف في نهاية حلقتنا لهذا اليوم السميع تقبلوا تحياتي لكم محدثكم عايد القحطاني وتحيات أسرة البرنامج على أمن لقائبكم في حلقة جديدة برنامجكم سفينة النجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي أمان الله سفينة النجاح حوار الشيخ الدكتور عايد القحطاني ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو محمد الحسن الدكتور محمد الحسن الدكتور